تحيي نيجيريا اليوم الذكرى الثالثة لاختطاف جماعة بوكو حرام لتنميذات تشيبوك بينما ما يزال مصرهن غامضا رغم الغضب الدولي الذي رافق عملية الاختطاف المأساوية وفي أبوجا والعاصمة الاقتصادية لاكوس يعتزم ناشطون تنظيم تجمعات اليوم الجمعة يطالبون فيها الحكومة بإيجاد حل لتحرير الفتيات من سجن بوكو حرام يشار إلى أنه في شهر أكتوبر من عام 2016 تم الإفراج عن عشرين تنميذة إثر مفاوضات بين بوكو حرام والحكومة لكن 195 فتاة ما يزن مفقودات